تأمين التحديات التي يطرحها مشكل تدبير المياه النموذ ديمغرافي ببلادنا على غرار مدينة سلة التي عرفت إطلاق مشروع تقوية وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة لها تأمين تزويدهم بالماء الشروب برنامج دشنه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال مشروع جديد أعطيت انطلاقته الجمعة الماضي المشروع يرم رفع صبيب المنشآت الحالية إلى ما يقرب 256 ألف متر مكعب في اليوم إما سيمكن من تلبية حاجية هذه المنطقة من الماء الشروب في أفق سنة 2035 ندي أحتوى هشام السنة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شرع في استغلال مشروع تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدينة سلا والمراكز المجاورة من خلال رفع صبيب المنشآت الحالية إلى أزد من 250 ألف متر مكعب في اليوم وهذا المشروع هذا يواكب النمو الديمغرافي والنمو الحضاري والاقتصادي والاجتماعي دي المدينة سلا ويمكن أنه يرفع من صبيب المنشآت الحالية من 100 ألف تقريبا متر مكعب في اليوم إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم يتعلق الأمر بخامس عشر شروع في الاستغلال برسم السنة الحالية ويندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بين سنتي 2020 و2027 ينطلق عبر قناة جر من محطة المعالجة دي الأبيرقراق إلى غاية خزانات مدينة سلا ومدينة بوقنادل فيما بعد على واحد المسافة ديال 28 كيلومتر والقطر ديال هذه القناة الجر ما بين 1400 ميليمتر و800 ميليمتر مشروع آخر لتقوية وتأمين تزويد بالماء الشروب بوقنادل المشروع بلغت نسبة تقدم الأشغال به 85% ومن المرتقب الشروع في استغلاله شهرا وانبر من السنة الحالية